نقف على مفترق حساس في تاريخ البشرية دميرنا يتعرض لاختبار بسبب الكارثة في غزة إن إنسانيتنا على المحق لثمانية أشهر متواصل الشعب في غزة يعاني الموت والدمار التي تجاوزت أي صراع حدث خلال العشرين سنة الماضية على الرغم من المجاعة والأزمات الإنسانية الدائمة والحقائق التي تبقى وستدوم على مدى أجيال وكل زاوية في غزة تشهد دماراً والعملية في رفح نحو بدايتها أدت إلى تفاقم الوضع الذي كان متردياً نحو مليون من أهل غزة تم تشريدهم ونزوحهم وحرموا الوصول إلى الماء والغداء والدواء والملاذ الآمن حتى النازحين الذين سعوا إلى مكان آمن استهدفوا ما من مكان آمن دائمين نحو مليون من قبل أن الرد الفاعل الإنساني في غزة ينقصه المساعدات ووصولها والتي تواجه عقبات على كل المستويات المساعدات الإنسانية لا تنتظروا وقفة إطلاق النار ولا يمكن أن تكون خاضعة لأجندة سياسية لأي طرف. شعب غزة لا يسعى إلينا لنقدم لهم خطابات بل إجراءات وهم بحاجة لذلك الآن. ونحن نجتمع هنا وكثير من الأمور على المحاك تركيزنا الفوري يجب أن يتركز على قضايا مهمة وأولها الوجود آلية للتنسيق تشارك فيها كل الأطراف الموجودة على الأرض. فاعلة والشاملة لتنسيق بين الأطراف الفاعلة على الأرض لضمان أن كل الأطراف يمكن أن تتصرف وأن تقوم بعملها بسلام وأمن وبشكل مستدام. ثانياً الممر البري هو الطريق الأمثل لتدفق المساعدات إلى غزة. الموارد الدولية ضرورية جداً لتنفيذ هذه المهمة. يجب أن نكون مستعدين الآن لإرسال شاحنات بشكل يومي لإيصال المساعدات مئات الشاحنات. هناك حاجة لها في غزة اليوم وأيضاً إقامة تدفق مستدام للمساعدات على الممرات البرية في غزة. لا يمكن أن نتظر لأشهر كي نحشد هذه الموارد كي نتصرف. ما لدينا اليوم هو ببساطة أقل بكثير مما نحتاجه. ومع ذلك سنواصل إرسال المساعدات بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة على الرغم من كل العقبات. وسنواصل أيضاً الإنزالات الجوية ونسعى لفرص لإصار المساعدات فور إحداث وقف إطلاق النار. ثالثاً، إن المساعدات إلى غزة ونوعيتها مهمة جداً. والدواء والماء والمواد اللازمة للملاذات الأمنة. يجب أن توصل بشكل سريع وننشر المساعدات دون أي تأخير فوراً تمكننا من الإصراع في عمليات الإغاثة. وأخيراً وهذا أمر مهم جداً هو أن ألفت أنظار الجميع إلى الوضع الاقتصادي والسياسي. المتردد في الدفة الغربية حيث مئات الأطفال تعرضوا للقتل والإصابة في حين استهداف المستوطنين. وتوسع المستوطنات والعقوبات الاقتصادية. وفرد تقييد على حركة الشعب وأيضاً انتهاكات المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس. هذا أمر لا يسكت عنه. وهذه الظروف الصعبة لا بد من توفير مساعدات أو تدخل لوقفها. ومنذ السابع من أكتوبر أوصلنا المساعدات. وهناك مستشفى ميداني أردني في نابلس إضافة إلى نحو 75 مليون دولار من المساعدات الأردنية لغزة منذ بداية الحرب. كما نعمل على تشغيل مستشفيين أردنياً في الشمال والجنوب. ودون تدخل الأطراف الموجودة الآن يمكن أن تصل. يصل الوضع في الضفة الغربية إلى مستويات صعبة. لا يمكننا أن نتخلى عن غزة. لا يبد أن تكون هذه أولوية للجميع. لأن التاريخ سيحكم علينا من أعمالنا. وهو اختبار لإنسانيتنا ولصدقنا. شكراً جزيلاً لكم.